أصدقائي الحلوين في كل مكان جيناكم من جديد حلقة جديدة وبتنوعة من شوفوا الحلوين زي ما عودناكم كل جمعة نشوف أطفال حلوين وظريفين ونحكس مواهبهم من خلال برنامجنا شوفوا الحلوين لكل الحلوين اللي بتابعونا خلونا نشوف الحلوين المعانا اللي حيقدموا لنا فغرات حلوة ولذيذة يلا بي نتابع شوفوا الحلوين زي ما عودنا حلوين جيناكم من جديد ومرحب بكل اللي نضموا لمتابعتنا فيه شوفوا الحلوين ومعانا حلو دارين نتعرف عليه واسمك ونه؟ علي ناصر كيفك يا علي تمام؟ الحمد لله كيف عامل؟ الحمد لله الحمد لله طيب يا علي انت الليلة عارس تشاركنا بشنو في شوف الحلوين؟ المديح بي مديح بتحب المديح كتير؟ لا طيب حتقدم لنا متحة يسمع شنو؟ يا حبيبي يا مايد يا حبيبي يا مايد إذن الزغاية الحلوين خلونا نسمع يا حبيبي يا مايد ونجر عجعين يا حبيبي يا مايد يا هونو كافرين يا مايد يا هونو لآني قبلتين ورآه رآه يزعت يا كريم الوالدين ورآه في المكرم أنا آني قبلتين صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم الزغاية الحلوين هو لسا متواصلين معاكم في شوف الحلوين كمان معانا حلوة وجميلة ودارين ندعرب عليها اسنك نو؟ أمنا كيفك يا أمنا تمام؟ تمام الحمد لله طيب يا أمنا انت الليلة جيت وتشاركي معانا في شوف الحلوين عارس تقدمي لنا شنو؟ نشيد أمي تهدي نشيد دلمنا لأمي وكل الأمهات السودانية يا سلام عليك إذا نحن زادنا كمان نهدي قصيدة قامنا دي لكل الأمهات خلونا نسمعه نجيكو نواصل أمي أمه وماما هذي الكلمة محلاها يمى مادر أمى يا بلغات العالم يهوها أمي يا نبع الحنى يتفيك في راحة وآمن ماتا ماتا ماتيكا في العالم الشمعة ماما ماما يا روعة يا ماما روعة أصدقائي الحلوين نحن لسا متواصلين معاكم من مجمع كروزونيا معانا صديقة حلوة لان نتعرب على اسمك كنو؟ حلا كيفك يا أهلا تمام؟ تمام طيب يا أهلا انت اللي رجيتين بيشوف الحلوين عايزة تشاركين باشنو؟ في قصيدة اسمها كنو؟ اسمها الكرم لأهل السودان يا سلام معروف أن السودانيين بالكرم صح؟ كذا انت حبت القصودية؟ أهد القصودة لمن؟ بالأهل السودان اذا نحن 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 نحذي قصودة الحلوة لأهل السودان ومعروف السودان بكرمه نتابع حلا ونجرى جعين ما بنتناد علي حق غير نزاهوا شدة نخجل إيدنا ذاتوا على الصحن ما نميد الخاوانة في بحر المخاوانة خودلو إحنا العز بدينا مكسنا ما منكسلو منكرم ضيفنا والمال في الجيوم مندوس وخليه والبشر إحنا النمل بنعوسلو بيراينا السديد باقي الخليج باريانا وقدابل بيقول يدار ريال ساقيانا رب العزة في أطهر مكان خطانا من دون البشر طيرتنا ذاته برانا كتير أصلحنا بيرتنا نقصبنا نطيع حاتر فينا رافعين المكان مراية عندنا عزة من قيف دوري ونبقى عصاية وظهرنا ده ما تنيناه إلا في المصلاية ركع سجلت في الدار نبقى صلابة قل للوجعة مرحبوا للشقاء وحبابة إحنا لقمنا فوق الدين عقلنا مهابة في البلد التخرب الشيخ بنبقى صحابة إحنا غدرنا بعين خوصها المرفوع وإحنا الليلة تتوجد لها لشموع أصدقائي الحلوين نحن لسه مطبع صليب مع الحلوين وشوفوا الحلوين معانا حلوة جميلة لأننا تعرف عليها اسمي كنو؟ اسمي أسما راشد كيف يا أسما تمام؟ تمام طيب يا أسما أنت الليلة جيتين في شفر الحلوين عايزة تقدم لنا شنو؟ نشيد نشيد منصور منصور طيب النشيد ده نستفيد منه كنو كدوري الأطفال الحلوين ديل النشيد بنستفيد منه إننا ما نقذب علي أخواننا وإننا ما منزعج جيراننا يا سلام عليك إذن يا الحلوين خلونا نسمع عن منصور مع الحلوة ونجرع الجوين منصور لا يقذب أبدا لمياء لا تؤذي أحدا وعلي لا ينسى الوعدا سناء لا تخلف عهدا وأنا لا أزعج جيراني لا أظم حق الإنساني وأقدم لوما إحساني والناس جميعا إخواني ونجرع جميعا إخواني اختلاع جميعا إخواني لكي تشترك مرات ونجرع كبير سيء لكي تشترك مرات ونكرر ونجرع جميعا إخواني دعوة وأفضل قمتها قمتها تعالى معامل عملا رحيض رحيض بسعالق فلعالحاب أصدقائي الحلوين نحن متواصلين معكم من مجمع اكزوريا معنا أصدقائي حلوين وظريفين ندارين نتعرف علي ونتعرف على صديقتنا الزهراء أشرف كيف كيف زهراء؟ تمام كيف عاملة؟ تمام الليلة عايزين تشاركونا باشنو؟ ركصة بي ركصة اسمها؟ انت معلم انت معلم وكمان نتعرف على الحلوة اسمك نو؟ حلاوة حمود كيف كيف هنا تمام؟ تمام عايزين تشاركونا برقصة زي مقاطة الزهراء صح؟ اه طيب تهدوها لمن الرقصة؟ مع بابا والمعلمين في المدرسة يا سلام عليك إذن أصدقائنا الحلوين خلونا نسمع الحلوين ديل ونجرى هجعين أصدقائي الحلوين وصلنا مع بعض الى فكرة فغرة الحكاية مع صديقتنا الطاف خلونا نسمع عليهم جهزان ناعدة الحكاية نجرى هجعين أصدقائي الحلوين أهلا بكم من جديد في قصة جديدة ومفيدة ممسلية الليلة احنا نتعرف على الحاجات احنا ممكن نكون عارفينها بس حنستفيد منها يحكى في قديم الزمان أنه عاشت امرأة في قرية مع ابنها السقير وكانت عائلة فقيرة كانت تخيط غزة الصوف لكي تأمن على طعامها وذات يوم قرر الولد السقير أن يسافر إلى المدينة لكي يبحث عن عمل وفي فجر احدى الايام ودعى الابن والدته وقادر القرية قاصدا المدينة وبينما وهو يمشي وكانت رحلة طويلة وجد نفسه بين قابة كثيفة مترامية الأطراف فقال في نفسه يا إلهي سأكون شجاعا وسأعبر هذه القابة حتى أصل إلى مخرج منها فتسلق الشجر لكي يجد منزلا يحتوي على نور لكي يبيت به فلم يجد وتسلق شجرة أخرى عالية فوجد نورا في كوخ سقير فتوجه نحوه ودون تردد طرق الباب فرح سامي لوجود شخص في داخل المنزل ولكن له لم يكن يعلم أن ما بداخل الكوخ قول مرعب زو رأسين أدرك سامي مأذقه وقال يا إلهي ماذا أفعل إنه قول ماذا أفعل ولكنه توكل على الله وحاول أن يخرج من مأذقه بذكائه الحاد فقال لقول أهلا وسهلا أيها الضيف كيف يمكنني خدمتك قال سامي أريد العبور إلى المدينة ولكن حل الليل واشتد الظلام وأصبح الطقس باردا فهل يمكنك إيواء ليلة واحدة؟ فقال القول بالطبع يمكنني يشرفني أن تبيت في بيتي هذا ثم دخل سامي إلى منزل القول وقدم القول له وجبة شهية وقرفة مريحة للنوم وقال لسامي أرجو أن لا تنزعج من الفئران يا سامي لأنها كثيرة في هذه القاضة قال سامي لا تخف يا سيدي فأنا لا أخاف من الجرزان وهنا علم سامي أن القول يفكر في شيء مرعب ثم خبأ سامي نفسه تحت السرير ووضع جزعا على الفراش لكي عندما يأتي القول يجزع الشجرة ويبقى سامي سليما وفي منتصف الليل دخل القول ويحمل فأسا فغدم على الجزع وضربه وخرج من القرفة محدسا نفسه ها 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 لقد غضيت عليه قدا سوف أعتذر إليه وأعد به وجبة لذيذة وفي الصباح اندهش القول عندما علم أن سامي على قيد الحياة فقال له ألم تشعر بشيء البارحة قال سامي نعم لقد شعرت بأن فأرا كبير أتى وقام بدغدقتي ثم قادر قال الغول محدسا نفسه كيف يمكنه أن يجعل بأن ضربة الفأس دقدق يا له من فتى قوي سأقول بتسميمه من خلال الطعام فقال القول لسامي سأذهب لكي أعد الحساء وانتظرني هنا ذهب القول لكي أعد الحساء وهنا فكر سامي بذكاء ثم رأى قربة فأدخلها تحت سيابه ووضع فوهها أمام قبعته جاء القول وأحضر معه الطعام المسموم وقال لسامي تفضل الحساء يا سامي تظاهر سامي بأنه يأكل ووضع الطعام داخل القربة من وضع فوهتها فقال له عندما تظاهر بأنه أكل كل الحساء يا لك من طباخ ماخر أيها القول إن طعامك شهي ولزيز شكرا لك اندهش الغول وقال كيف لم يمت هذا الصبي لقد وضعت له السم لابد أنه قوي ولكنه ليس أقوى مني سأجرب هذا الحساء فقام القول بتناول الحساء المسموم ولكنه سرعان ما سقط مقشيا عليه ولا يحرك يدا ولا رجلا ومن هنا يا حلوين مات القول وعرفنا إنه كيف قدر سامي يستخدم زكاؤه عشان إنه يتخلص من الضحية اللي هي القول من هنا خلصت حكايتنا لليوم ياريت نكون استفدني منها وعرفنا إنه من حفر حفرة لأخيه وقع فيها أزغاي الحلوين نحن لسه متواصلين معاكم في شوفوا الحلوين وفي مثل بيقولينا أضحك تضحك معك الدنيا تبكي تبكي لوحدك نحن ما عايزين نبكي نحن عايزين نضحك ونتمرد الزرور مع الأطفال الحلوين والجميلين يسمعونا بجموعة من النكات ونضحك معاهم خلونا نتابعهم موسيقى كان في ذو المسطول درسه واجعه مشى لي دكتور الأسنان قال لهو سوي لك حشوة قال لهو لعل خطة علي فيه سحن موسيقى نتابعهم واحد عويرهم مدخلاتهم المدرسة أول يوم ماشى المدرسة قال لهو السادس كان بلو عروفه وكبير فين تسبوره قال لهو سبوره قال لهو سبوره كان بلو عروفه وصغير فين تسبوره قال لهو ويو موسيقى قال لهو السادسة وصغير قال لهو الجرسة وكبير موسيقى نتابعهم وكبير موسيقى 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 المحضة والتباكت في المدرسة تقريبا للمتالي ويقوم بربما ويقوم بربما محضة تأتي كلمة يقولون يتبع في المدرسة أصبح للمدرسة تطبيقها تطبيقها وقالها أتقالها وقالها سوفرمان انospace كان انجر انظار المدرسة فتو الم الدرسة أرجوك جدًا أنها محسنة وأنها محسنة تلتخل حسنا يجب حسنا كانت مالك موسيقى نقطة واحد مصطول ضرب رأسه بالسلم ماشه للدكتور الدكتور قده مرحمه وقال له بسخفي بحاله ماشه بسخفي بسلم موسيقى 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 واحد موسيقى موسيقى يلا جايننا ضيوف قال له و جنب الضيوف ماز قل لهي بسطة يلا ماشه قل له cop يلا ماش motor اكت Laink organic الشرطي جابعي عنده قال لهي ما لك قال لهو أسطى خانقتني جزعتني قال لهو ما تاكل براحة موسيقى الزغاية الحلوين انحنا في الساعة متواصلي معاها معهما جميعك زورية و معانا صديقنا جميل لانت عرب عليه واسمك مين انت؟ رمزي كيفك يا رمزي تمام؟ تمام رمزي تهويتك شنو؟ على الموسيقى الموسيقى في الموسيقى بتحيب شنو؟ الأورغن الأورغن شايفة قدامك أورغن كده جميل حت عزفلين فيو؟ حت عملين فيو؟ عازمين حت عزفلين لشنو؟ عازمين الهواء عازفي هواء؟ هم اذا الزغاي الحلوين خلونا نشوف عازفي هواء نسمعه نجرة يجعين موسيقى 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 نحن نقلاه و بحباب و شهدنا الكرام و رجعنا إليكم مرة ثانية و جاي ما عارفون أن ما عارفنا على أميرة العطباء بن سينة و جابر بن حكان و الحسن بن سن و أبو بكرna الجازي و التומ� belong و أولى �ятنا للاعلم جديد että عارفناها أعظم العلماء على مرة التاريخ. أولاعن لللل للاعلم على رائدة النشاط الإجعاعي ماري كوري طيب ماريكوردي زي ما عارفين أو زي ما كل العالم هو عارفة بأنها قد تبدل أكثر في مجال الفيزياء والكيميا يعني ماريكي برعت لي في مجال الفيزياء والكيميا طيب فكانت بدعيش في الاحتلال الروسي كانت بدعيش في عصر من الضغوطات والحروب بالرغم من ذلك سابرت واتهدت سابرت واتهدت وعلى أنها تحصل على الرائدة النشاط الإشعائي طيب كانت من أسرة فغيرة جدا ماردي وبسبب الفغردة أنها هي ما كانت قادرة تواصل تعليمة فقامت اشتغلت لنا مع أسرة الأغنية مربية للأطفال في أسرة الأغنية عساس أنه هي المصروفة اللي بتطلعه من الأسر أو من تربية الأطفال بدعيش به أسرة الفغيرة وبدعيش به نفسها في دراستها لحد ما اتفوغت برغم من أنها كانت بتدير الأطفال وأنها هي مربية كانت بتدير دراستها وكانت متفوغة تفوغت في مرحلة الثانوية ومرحلة الجامعة فلما جاءت الجامعة مشت من روسيا من بولندا لروسيا فكملت تعليمه كله في روسيا فلحد ما هي وصلت لنا لأشعة X أو X التي تساعدت بها الجنود المصابين في الحرب العالمية الأولى طيب وهي أول إمرأة فازت لها بجائزة نوبيل العالمية مرتين المرة الأولى في مجال الكيميا والمرة الثانية في مجال الفيزياء طيب أنا أعيز أقول حاجة أو أوسر رسالة أنه يعني الفغر هو ما بيكون سبب للفشل يعني أي إنسان عنده طموح أو عنده هدف بيقدر يصليه من خلال أنه يكون بسمه سرعة الهدف اللي هو عايزه ويكون مسابر ويكون متهيد طيب ماريكوري رغم أنها كانت من أسرة فغيرة وأسرة ضعيفة جدا لكن بإمكانياتها ومغادرتها وإسرارها وعزمها قدرت تكون رائضة النشاط الإجعاعي وقدرت تأخذ جائزة نوبيل وحاجة تانية كمان عايزة أضيفها أنه هي الجوائز والميداليات اللي كانت بتحصل عليها كان بيساعد بيها الجنود عشان بلدة هي أو بولندية كانت محتلة من الروس كانت كل حاجة بتحصل عليها أو كل جائزة بتجيها بتقوم تساعد بيها أجيوز في الحروب وبكده يا حلوين انتهت فغراتنا للليلة إن شاء الله تكونوا استفدتم منها ولحد ما نلتغيكم في فغر قادمة إلى اللغة لغة الحلوين بكده تكون انتهت فغراتنا وحلقتنا لهذا اليوم من شوفوا الحلوين إن شاء الله يا رب تكونوا استفدتم من الفغرات اللي قدموها الأطفال إلى أن نلقاكم في حلقة جديدة من شوفوا الحلوين أشكركم على حسن المتابعة واشكر فريغ العمل إلى اللقاء